بطاقة تقويمية لتلميذ الطور الابتدائي للانتقال للمتوسطة إشراء وضعته وزارة التربية سيتم شروع في تطبيقه ابتداء من الثلاثين أبريل إلى غاية الخامس والعشرون من شهر ماي القادم من السنة الجارية هدفه تنمية الرصيد المعرفي للتلميذ سيقيم التلميذ مكتسبات مادة بمادة من ثلاثين أبريل حتى من ثلاثين أبريل حتى من ثلاثين أبريل حتى خمس عشرين ماي هي هذه المدة ما شاحت أثر على التلميذ مجرد راح يكون شغل نشاط داخل القسم ما شاحت أثر على التلميذ حتى في الدرس يكون يقرأوا ما يديروا هذا النشاط الحصول على هذه البطاقة لا يكون عبر امتحان رسمي بل من خلال نشاطات تقام في إطار الدروس يتم من خلالها منح التلميذ ملاحظات في المواد المدرجة ضمن البرنامج الدراسي من أجل رصد نقاط القوة والضعف اتجاه المواد المدرسة تعتبر ملمح ضروري للتلميذ من الابتدائي كي يعالج نقائصه إبان مرور السنوات الدراسية لديه وانتقاله من طور إلى طور نتمنى أن يكون هذا الانتقال من طور إلى طور هناك يشهد تطور في النقائص التلميذ إلى أن تتلاشى نهائيا من المستحسن أيضا أن تكون نسخة من هذه البطاقة للولي ويهتم بها يعيرها أهمية ويعيرها وقت من وقته وهذا يساعد التلميذ في الناجح يعني بنسبة كبيرة إلى 80-90% وضع النتائج المتحصل عليها بعد خضوع التلميذ لتقييم في عدة مجالات المكتوبة منها والشفاهية واللغات ومدة الرياضيات في نهاية العام الدراسي ستمنح التلميذ إمكانية الحصول على ملف بداغجي يرافقه للقسم الأعلى ترجمة نانسي قنقر